عايش عطية عادت مع نوفل الورتيني في برنامج ديما لابيس وحكيت على البوليميك اللي صارت الكل الحكاية وما فيها وإنه هي تبنيت المساج متاع طفلة أخرى حقيقية صارت لها الحكاية هذي كما هي ما هيش انسانت وتبنيت المساج اللي كتبته طفلة أخرى ونشرته عندها جزء بيستعمل لفت نظر للأمهات العزيبات بيش النظرة تتبدل بيش القانوني ولي يحميهم ويشوفوا معناها كيفيش يعطيهم الحقوق قمتاعهم بيش يربيه وصغرهم في حال إنهم غلطوا عايش عطية كنت في حالة يعني تعبة شوية بكيت في البلاتو مي برشة تعليقات حسب ما شفنا في السوشيل ميديا مش عجبتهم البساج متاع عايش عطية وقالوا لي هي حتى اللي بكيت وذيك فيه شوية كي تمثيل مش حقيقي يعني ما وصلتش بالأحساس للناس إلى جانب أنه العبيد رفضتين اللي قادة تعمل فيه عايشة عطية